بدون شك نحن ما زال نستمر في بدل كل ما في وسائنا لإجلاء الأمريكيين نحن الآن نكون في تواصل مع كل الأطراف السودانية وعيدنا الأطراف الأخرى في المنطقة الدول المجورة الدول الخليجية لبحث عن كل الوسائل الممكنة لإجلاء الأمريكيين الذي يريد أن يغادروا إذن الآن نحن كما اسمعنا من البيت الأبياد اليوم نحن نرسل بعض الصفون البحرية للمنطقة التي تكون مستعدة لإجلاء الأمريكيين وعيدنا بعض الأمكانية لنراقب من الفوق من القوة الجوية من طائرة بدون طيار الطرق من خرطوم إلى بورت سودان إذن لدينا كل هذه الأمكانية أنا لا أريد أن أستبق أي قرار من البيت الأبياد ولكن بدون شك نحن الآن مستعدة لنقوم بحده الأملية شكرا